السلام عليكم ورحمة الله أتمنى تكونوا كلكم على خير بأطياب الأحوال مرحبا بكم في تانيل بتيسا اليوم أحبت نشارككم روتيني الخاص في العناية بالشعر والطريقة التي نستعمل في صلي شتاو الخريف كانت تبع روتين و نبدله من بعد 5 أو 6 دي الأشهر يعني في الربيع الصيف ندير روتين آخر للعناية بالشعر و هاد الوصفة اللي ندير فعلا نرائعة و زوينة بزاف وهي اللي اعتقتني بكل معنى الكريمة كان عندي مشكلة الفقر الدم و طح ليه شعري بزاف ما خليت معدرت مشيت للطبيبة اعطتني مينوكسيديل و خرجت لي حساب دي كمبليمو صافي درته مدة طويلة و قف لي شعري في اعلان و ارجع كيفما كان و القوى و مبقى شكا يتساقط و صافي غير ووقفت التخاتمة ورجع كي يتطح من أول وجديد بحال ما درت حتى شي حاجة هذه المدة كلها صافي تخلع هذه الساعة ما اعرفت من يدير و يتكنسوا الولادين و قلبت تغنيت على شنون شعري حتى وحد نار واحد السيدة من العائلة و قلت لي و شعري و من لا تدير و اجبت كيفما و لا يفتك و ساعاتي و اجبه و اجبه و اجبه ماء و اجبه قشور الرمان المجفف الزعتر و الورد المجفف و كلهم معروفين كي منعوا التساقط الشعر كي يوقفوه و كي منعوا فراغات الرأس فالطريقة اللي قلت لي عليها انني ناخد معلقة صغيرة ديال اكلي الجبل او الازير نعمرها نعمرها نضيفه الورد نضيفه الطريف الرمان المجفف و معلقة الزعتر نضيفه و نضيفه لانه يكون طيب جيد و نضيفه نضيفه و نضيفه و نضيفه و بعدها نضيفه و لقليه إلى الناس و نضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه و هتحصى سوف تبعت الطريقة في الأسبوع نغسل الشعر نجد نتيجة نجد نتيجة ولموني توقف تساقط وحتى الفراغات تغطى وحتى الشعر وحتى الشعر تقويت ونبقى ضعيفة وحتى الشعر تخلي الشعر مع اضطر تزويه ومن اول مرة اضطر الوصفة انا متأكدة انكم سوف تعجبكم سوف تحسون بالفرق سوف نصفي الماء الأعشاب يجب أن يكون لونه بشكل جيد الأعشاب يجب أن يكون لونه يجب أن يكون لونه يجب أن يكون لونه ونبقى هناك طريقة لنقضت الشعر الحمد لله من التساقط وصفة أخرين من التساقط ومن التساقط ونشاركهم في فيديوهات قادمين لا تنسوا تشاركوا في القناة وضغطوا على زي اللايك شكرا لكم بزاك بسلام عليكم إلى فيديو جديد إن شاء الله موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر